إشادات أمريكية بالإصلاحات المالية والمصرفية في العراق ثاني أبرز الملفات ضمن أجندات السوداني في زيارته للولايات المتحدة رئيس الوزراء يلتقي مسؤولي الخزانة الأمريكية ويستعرض خطط الدولة والحكومة في تقدم تلك الإصلاحات والامتثال للمعايير الدولية في التعاملات والتحويلات المالية يجب أن يكون هناك تنسيق بين البنك المركزي والحكومة العراقية مع هذه الجهات المالية في الجانب الأمريكي باعتبار أن البنك المركزي امتثل للضوابط والتعليمات بشكل كامل وهناك تفاهم من التجار والشركات بدخول نافذة العملة والتعامل من خلال هذا الإسلوب الرسمي بدلا من الحالات السابقة لذلك هذا اللقاء يعتبر شيء مهم وأساسي ينظم العلاقة للمرحلة القادمة 80% وتزيد هي نسبة الامتثال والتعامل المالي من المصارف المراسلة لأغراض التجارة يقول البنك المركزي في اجتماعات الوفد العراقي مع مسؤولي الخزانة والفيدرال الأمريكي الجانبان أكدا على استمرار التعاون المشترك لغاية تحقيق التكامل نهاية العام الحالي نعمل أن تفتح هذه الزيارة أفاق جديدة وأفاق كبير للتعاون السلطراتيجي والاقتصادي والمالي من خلال هذه الزيارة ووضع العراق على خارط الطريق الصحيحة ليتمكن الحكومة العراقية من تنفيذ برنامج الحكومة بشكل صريح وشكل واضح أهم شيء قضية الاقتصاد وقضية قيمة الدينار سعر الدينار هذه كل هالأمور مجملة تعرض في هذه الزيارة وفد العراق نجح مبدئيا بإقناع الجانب الأمريكي بيعادة النظر في الإجراءات التي خضعت لها بعض المصارف من قبل الخزانة الأمريكية عبر تأهيلها وهيكلتها لتحقيق المعايير الدولية المعتمدة في التجارة والتعاملات المالية ومع إشارة الخزانة الأمريكية والفيدرال الأمريكي بالإصلاحات المالية والمصرفية في العراق تؤكد الحكومة بأنها بلغت نسبة 80% من الامتثال للمعايير الدولية والإصلاحات المالية وأنها تعمل على التكامل بنسبة 100% سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد